صباح الخير لكل مشاهدي شاشة التلفزيون لبنان اللي ينضموا لنا هلأ لنقضي سوا صبحية دايما عبر برنامج أحلى صباح مستمرين أكيد بهالأسبوع المبارك أسبوع الألام عند كل التوايف المسيحية اللي بتتبع التقيم الشركي الشركي وبهالشهر الفاضيل المبارك اللي دايما منستبشر فيه بالخير شهر رمضان ودايما رغم كل الظروف كل التحديات منظل نستبشر بالخير ومنقول رمضان كريم منعرف في هذا الشهر يمكن السنة عم بيقطع بشكل صعب على بعض العيل وكتار من اللبنانيين بسبب الأزمة الغير مسبوقة اللي عم نمرق فيها والتحديات دايما كتير ويمكن من زمان كانت تجتمع العيلة حول الإفطار اللي يكونوا عم بيحكوا بمواضيع حلوة اللي يكونوا عم بيحكوا كيف قده نهارهم والمشاريع اللي حابين يقوموا فيها اليوم كل مواضيع نصارية كهرباء وماي ودولار وتفلت أسعار بالسوبر ماركت وغلى أسعار مخيف دايما لما نلتقي بالناس بالطرقات بيقولونا حكوا عن السوبر ماركت حكوا عن الأسعار حكوا عن الغلى يعني بنعرف الموضوع لازم نضلع من ضوء عليه ومطلوبة من الناس كمان يكون عم بيوعوا على هذا الموضوع أكتر الإعلام أكيد بيحكي عن تفلت الأسعار عن الأزمة الاقتصادية أنا مطلوب يمكن صحوة جماعية بهذه الفترة للمفارقة دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية ببيروت مرصد الأزمات بيقول أنه وجبة الأفطار لفرد من أفراد الأسرة صارت بتتخطك الفتاة المليون ومثين ألف ليرة بنهار يعني هذا الرقم لحاله رقم مخيف يمكن رقم بحية لدولة بالعالم كان أوم شعب بيكامله للأسف نحنا بيغيبوه بيتام من ثلاث سنين لليوم وما في أفق وما في شي عم بيتخير على أمل هذا الرمضان يكون آخر رمضان بيمرو على اللبنانيين بهذا الشكل وكمان بالسنين اللي جاي تحسن الوضع نكون فعليا عم نوصل على دولة فعلية دولة فيها صون لكرامات ولحوق الناس دولة فيها أنون دولة بيتحسبوا فيها الفاسدين على فسادهم والحرمية على سرقتهم ما ننطر دايما قضاء دولة أجنبية يكون عم بيدوي على قضايا فساد وسرقة لبعض المسؤولين عنها وبعض رجال الأعمال واللي عم نسمعوا بهذا الفترة يمكن هو عين صغيرة أو نموذج صغير عن كيف كان عم بيدار هالبلد بالأربعين سنة اللي مرأوا وفعلا يمكن الموضوع كارسي صار بده صحوة ضمير في حلقتنا لليوم رح نكون عم ترافق بمواضيع عديدة يمكن من وحي رمضان من وحي مجتمعنا وأيضا من وحي أسبوع الألم وصبحية حلوة بتشاركة أنا وجوزيف براهيم صباح الخير جوزيف صباح الخير بشارة صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا كمان يعني دايما لازم نلاقي ضوء دايما لازم نلاقي أعمال والشيء الوحيد اللي ما بيموت بالحياة هو الأعمال وبعتقد هذا الشيء موجود عن كل الليبنانية وقالما كنا بعضنا عايشين وقدرين نقوم ونمشي ونكمل نهارنا كمان لأنه دايما نطرين شيء أفضل دايما عم نشتغل تايكون في شيء أفضل ولكن متل ما زاكرت بشارة يعني لازم كمان نكون عم نعمل خطوة لقدام لازم نشوف شوفين نعمل نحن يمكن لحديث العالم عم تزهق منا ولكن متل ما زاكرت عم بتضل تفرجة كمان حقيقة الوضع مع عم نكون نعمين عن الموضوع يمكن في كتير عالم إيجابية عم بيكونوا عم بيكونوا شوي عن the positive side عم بيتطلع على الجانب المشرق بالموضوع ويمكن اللي عالم تقول ما فيه جانب مشرق ولكن دايما 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 فيه أكيد فيه أمل ودايما بعتقد الإيمان بيلعب دور كتير كبير بهذا البلد جوزافي يعني لو ما نحن شعب مؤمن بحيلة ديانة إيمانة لحيلة طيف انت مات بعتقد إيماننا بأله كبير وهذا يمكن اللي عم بيخلينا نستمر بس حتى الله يعني بيقول لك كمان بمحال بدك أنت تساعد نفسك لأقدر ساعدك لحنا للأسف يعني محاطين بكتير من الظروف الصعبة ويمكن ما حدا فضيلنا من الدول الكبرى ونحنا دايما نطرين كلمة سير تجينا من الخارج نحنا نطرين يمكن مساعدة من برة تكون شيء أريح أو شيء أهيان لقلنا كمان ولكن يعني لازم نكون عم نعمل شيء لازم نكون عم نغير له بطريقة كتير بسيطة وعلى أمان نكون عم نتجي على هيدا الاتجاه وما نكون بس عم نكون عم نضيع وقت أو عم ننشغل بأشياء عم بتزيد وعم بتزيد فخلينا نضوي على هيدا الموضوع أكتر ونقدر نشوف نحنا كل شخص فينا نحن نحكي عن الأشياء الإيجابية اللي منحب نضوي عليها اليوم المواضيع رح نحكي فيها بالحلقة كلها حلوة والبداية رح تكون ثائفية مع مسرحية جوزيف مين رح يكونوا دونك؟ المسرحية ينعاد علينا اللي هي المسرحية الكوميدي اللي كمان رح تنزل على المسرح اللبنانية رح يكون معنا جورميا وماريا بشارة اللي هن تنين ممثلين بهيدا المسرحية طي خبرونا أكتر عنهم حلو ونسق نشاطات بجمعية سيدرز مهيب الدورة ضيف اليوم بأحلى صباح لنحكي عن خيام الخير برمضان وأكيد بنعرف هذا الشهر هو شهر الزكاة شهر العطاء شهر التضامن بين الناس وأكيد الخيام الرمضاني يمكن فقدت من عجقتها بهيدا السنة بسبب الوضع إنها ما دايما موجودة ودايما منقول الحمد لله يعني الأياد البيضة كتير بهيدا البلد وفي كتير مساعدات رح نضوي عليها أكيد اليوم بأحلى صباح وأكيد كمان رح نكون بالشق السقافة والفنة كمان مع مارد الربيع ورح تكون معنا ضيفتنا مديرة مدرسة الشهيد الطيار زهير الشحادي الرسمية باتول حسن جزيني ومع الفنان تشكيلة أحمد خليفة سيحكونا أكتر عن هذا المعلم خلو هلأ فتنا بجو الربيع ونعطرين التأس يتحسن شوية هلأ بعدين أم ناخد فكرة عن أحوال التأس المخرج جرامي سلوم ضيفنا اليوم بأحلى صباح نحكي عن إطلاق كليب ديني تحت عنوان وهو كليب بيجمع الأسبوع الألم بقضية ضحايا انفجار المرفق بأربع قاب سبق وأطلقنا هذا الكليب الأسبوع الماضي بأحلى صباح واليوم رح نكون عم نتحدث أكتر عن الدليلات وعن العمل اللي قدموا المخرج جرامي سلوم ورح نكون أكيد بالفكرة اللي تعودتوا على نهار الأربع مع جوال عزيز واليوم ضيفة رح يكون السفير المتقاعد دكتور يوسف صدقة وأكيد تعرف يعني جوال دايما بتغطى على كل المواضيع وبكل الغار بكل الغار كمان ولكن مثل كل نهار منبلش صبحيتنا مع اتصال من مصلحة الأرصاد الجوية بمطرفي الحرير الدولي تنعر شوية مستجداد عن الطائس ومعنا علي تبيني على الخط بونجور علي بونجور كيفك اليوم؟ ما شالحال؟ الحمد لله بالنسبة للطائس الحالة العامة منخفة جوة متمركز فوق تركيا يسيطر على لبنان والحوض الشركي المتوسط مع برك ورعد وأنخفات كبير بدرجات الحرارة ويستمر حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجيا بالنسبة لليوم عنا الأمطار غزيرة مع برك ورعد ريح ناشطة تشتد لتوصل لستين كيلو متر بالساعة وفعنا سلوج على المرتفعات لألف وخمسمائة متر بالليل مع تدني بدرجات الحرارة بالنسبة لبكرة غائم وضباب على المرتفعات تساقط أمطار بشكل غزير مع نشاط لخلايا رعدية يعني برق ورعد خلال فترة قبل الظهر استمر تساقط السلوج على الألف وستمائة متر مع ريح ناشطة تخف حدتها بدءا من الشمال باتجاه الجنوب ليستقر التقس تدريجيا ليلا أما البحر فيكون هائجا بحيث يصل ارتفاع الموج لحدود المترين ونص تقريبا بالنسبة للجمعة بيخف هالشي والقلب بيصير قليل غيوم وحرارة متدنية صباحا وتبتدأ بالارتفاع في شكل ملحوظ خلال النهار السبت مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالنسبة للحرارة عنا على الساحل يعني بين 15 بكرة بين 15 و 18 على المرتفعات بين 6 و 11 وبداخل بين 8 و 14 كمية الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 45 كم بالساعة تقارب 60 كم بالساعة انكشاع متوسط يسوقه على الجبال بسبب الضباب وبالنسبة لحال البحر مائش حرارة سطح الماء 19 الضغط الجوي ألف وثمينة هيك توب باسكال مايو عادل 756 مليماتر زقبق هيدا كل شي برس كتير لك علي يعني اعطيتنا هيك لمحة سريعة وبتعرف بشارة يعني نحنا عم نوع على طاقس من يمع طاقس فيه شطة ولكن الجمعة بتباليش ترى لعى درجات الحرارة وبنرجع عم نشوف شوية غيوم حتى الحال بجوز على اخوانا الروم بجمعاتهم العظيمة انهم شمسة بسيطة لا بالنهاية كمان الروح موجودة يعني بكل الأحوال ولكن كمان رح نكون عم نبلش نهارنا بناشطة وحيوية بعيد شوية شوية عن طاقس مع رايان خليل وفقرة سبار بونجورو اهلا وسهلا فيكم من دفتت هاوس رايتم اليوم معنا لارا هلو لارا اليوم بنا نشتغل على اللوور بادي مما بهموا يكون عنده اللوور بادي قوي طايت ومشدود هنبلش مع لارا على الارض هنعمل سينجل لاج بريدج منشوف لارا كيف هتعملها ونرفع القجر اليمين ونذهب الى اهلا واحد اثناء 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 طير منيح ثلاث اثناء 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 بلنا نعزبها شوية اليوم لارا ما بيقسر ومنعمل سويتش هيا اثناء اثناء بسهنة كثير منيح اثناء ثق كثير بسهنة نافع بالقدر اثناء واند 2010 واحد بالقدر اثناء هواند واحد واحد عنان لاحظه وناثناء صام wherein مثال اثناء بشكل جيد عطول الطايمر بإيدنا لنعرف قديش وقت عم نشتغل جيد جيد منعمل 2 مور وعاخر رب بدنا نعمل هولد فوق جيد ونمتع ومنعد 1 2 3 4 5 بهايدي الطريقة منكون عم نعذب لارا وعام نزيد اللوور بادي متل ما حكينا بالحلقات اللي قبل المسكولر اندورانس حنشتغل هلأ هامسترينجز منقوم ناخد الويت and we start ناخد الصايد and go very good nice الغلط اللي عم تعملوا لارا انه لازم ايدينا يكونوا مش على جنبنا قدامنا start and one very good الحركة عطول بدا تكون على مهلنا to avoid injuries very good two nice متل ما ملاحظين لارا عم تعمل هامسترينجز عم بتصيب هاي دي العضلة very good كمان بدنا نعملها ten repetitions nice كتير مني very good perfect عطول بدنا تو انهيل اكسهيل نحنا وعم نتمرن ونعرف نستعمل نفسنا كتير منيح كرميل ما نتعب very good amazing ربع ساعة بننهار guys it's a must it's a life style ما حدا يقنعني انه ما في يفضي حاله ربع ساعة كنا فينا نفضي حالنا ربع ساعة to be more active very good very good لارا ten repetitions متل ما قلنا very good كتير منيح اوكي هيك منكون خلصنا hamstrings هنشتغل هلا lunges lunges بتصيب عضلات الفخد من قدام وإلى ثلاث طرق فينا نعملها فيهم هنبلش بالفورورد lunges start one very good منرجع اجرنا عساوات التانية كتير منيح كتير منيح three very good عطيني بعض two مننا لارا very good perfect perfect متل ما ملاحزين لارا عطول اجرى عم بتكون straight عالارض وقعب اجرى ما عم يعلى عن الارض كتير منيح ريلاكس لارا هادي قلنا forward lunges هلا هنعمل backward lunges منكون عم نصيب نفس العضلة بس ليش إلك للطرق حسب كل واحد كيف بيرتاح يعملها let's go لارا backward lunges منقرب شوي لقدام very good nice one very good كتير منيح two nice three هون لارا عم تعمل لنفس الاجر هنعمل four للاجر اليمين and four للاجر الشمال very good and we switch nice one perfect perfect كتير منيح two three and four and relax لارا آخر وحدة اللي هي same position lunges حتقرجينا علي يا لارا بنكون وقفين محلنا and one nice two very good three four nice keep going five six seven three more eight nine ten and to pump more blood للعضلة هنعمل شي اسمه pulses let's go one two three four five and six relax اكيد بدنا نعمل القجرة التانية هنرتاح شوي inhale exhale منشرب ماي منضلنا اكتف مش ع تليفوننا لانه لحقنا وطلعنا من جو التمرين هنبطل نتمرن امشور من هيدا الموضوع منعمل القجرة التانية لارا let's go start one nice go two very good three برافو لارا perfect form four five عطول النيمة لازم تقلط الطوز six seven eight nine and ten and pulses let's go one two three four and five very good relax لارا متل ما قلنا نعمل pulses دا العضلة لنزيد المسكولر endurance ونعلي قوة إجراء اوكي الحركة اللي بعضة لارا هنعمل squats go one nice perfect two very good three four متل ما منتبهين النيمة وعم تقلط الطوز nice six seven very good كتير منيح eight two more nine last one and ten ناخد break thirty seconds من الworkout نشرب ماي inhale exhale exhale وفي شغلي guys كتير من الناس بتختلف على موضوع انه هل يا طورة لازم النيحنا وعم نعمل lunges تقلط الطوز ما لازم تقلط الطوز الني كتير بس في ناس حسب الموبيليتي طبعهم الني مشبورين هني وعم يعملوا squats او هني وعم يعملوا lunges مشبورة الني بسبب الهب موبيليتي طبعهم تقلط الطوز اوكي اخر حركة اليوم حتكون هت هاي انتنسيتي ارتيربال ترينيني اللي هي جممين سكوات let's go one perfect two كارديوفاسكولار endurance three four five six seven perfect eight nine and ten ريلاكس شوي جايز اليوم ش هنرجع نذكركم بعد شوي باخر حركتين عملناهم بنكون اشتغلنا full legs اليوم عملنا hamstrings و glutes عملنا quads وعملنا squats اللي هي بتشغل تقريبا كل اللower body بنكون زدنا endurance كارديوفاسكولار endurance بالجومبينج squats وزدنا المسكولار endurance بالحركات اللي عم نعملها نورمل ووقت ما عملنا باول الحلقة ووقت ما عملنا نعمل نعمل glutes بهيدي الطريقة منكون زدنا المسكولار endurance هنرجع نعيد اخر حركتين بنعمل five repetitions squats ومنعمل five repetitions jumping squats okay let's go one two three perfect four five nice jumping squats one two perfect three four and five and relax هيك منكون خلصنا full full lower body workout تعب ناكي لارا اليوم صح ما في شي بيجي ما في شي حلو بيجي بالسهل بدنا نتعب شوي بدنا نزيد الاكتفيت تابعيتنا من الجبنة clean with rayyan who have a nice day